الشخص أفرأ إزاي ما بين الشخص الهادي والصامت ده أفرأ إزاي ما بينه خلينا نقول ما بين الهادي والبارد الهادي والبارد لكن هادي وصامت صعب شوي صامت ده يعني أقولك حاجة الهادي ده هو شخص هادي بطبيعته هو شخص يمين إلى الهدوء بيبعد عن الدوشة بيحب كده يحل كل الأمور ببساطة ده مش مستفز لا 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 طبيعته هي طبيعته كده حب الهدوء بحبش الدوشة ما بحبش الإزعاج ما بحبش المشاكل على فكرة ده مش شخص ما بيئزيش لأنه هادي شخص هادي يعني ما حكمش عليه ده إيه ده ما نفعلش ما خدش أكشن ده لا عادي هو أصلا هي طباع أنت ممكن حد ياخد أكشن في دقيقة ده شخص حامي عصبي وفي حد ممكن يكون استقباله للمواقف بهدوء فأنا أفهم أن دي طبيعته الشخص بقى اللي هو البارد اللي بيكون قاصد يتبارد ده بقى اللي إيه اللي بيبعد نفسه عن المسئوليات اللي عنده اللي بيهرب أه طبعا اللي بيهرب من المسئوليات اللي مش عايز يشرك نفسه في خلافات وصراعات وعنده مسئوليات هو مش عارفش لها ايه فبيكون قاصد يهرب ويقولك رايح دماغي وبيخلي الطرف اللي موجود معاه يتحمل ويشيل هو المسئوليات لأنه خلاص بقى شخص اتكالي واعتمادي ده أنا أقوله شكرا ده بقى بيبقى قاعد كده نايم كده مع نفسه بيفكر برضه في مصلحته وفي صحته بيأكل كويس ويشرب كويس وبيهلك الطرف اللي موجود معاه عشان كده بقول للناس ايه اه ما تفتحوش تدركو وتشيلوا مسئوليات مش بتاعتكو حلوة قوي اه الحياة الزوجية مشاركة ايه فيه زوج بيشيل اه وزوجها بتشيل اه الطرف اللي هيشيل الليلة لوحده ده هيقع عجلا ام عجلا ده مع وقته اصد صحة وطاقة ومظهور ايه هيقع فعشان كده فيه ناس يقولك ايه اصلا أنا لازم اشيل اصلا أنا لازم اعمل فأنا بحول الطرف اللي موجود معاه سواء راجل او سيد ايه بحوله الى طرف اتكالي واعتماد ما أنا ورايا بقى حد هالشي اه ما أنا خلاص بقى معتمد ده اللي عودته ايه اللي عودته وهو ممكن يكون معايا في بداية العلاقة كان عنده جزء من ده ايه فأنا لما ريحته اكتر اه بقى فرد طيب بما ان احنا بنتكلم في المشاعر وسواء في علاقات او مشاعر بشر بشكل عام الوقت معاك جريب سورة عارفة ايه ايه ما تعيطش ما فيش راجل بيعايت دي صح غلط غلط هو راجل ده في النهاية مشاعر متى يبكي رجال الراجل بيبكي لما ست تطلع من حياته غصب عنه هم بينكسر يعني لما يكون ست طلعت من حياته وهو خسرها هم بيتعب وبيتأذى نفسيا هم ودي بتبقى من الحالات الصعبة عند الراجل هم وشفتها كتير وعشتها كتير مع رجالة هم وممكن الراجل بيميل ان هو بيتقلم من جواه اه ما بيخافي عقل